اشتركوا في القناة منزلي للحالات القائمة أولا طبعا سيتم رسالة نصية للإبلاغ بنتيجة الإصابة بالفيروس دون الحاجة للتوجه إلى مراكز التشخيص والعلاج بعد إرسال الرسالة يتوجب تحميل تطبيق مجتمع واعي فور ظهور نتيجة الإصابة بالفيروس خلال فحص الPCR بعد تحميل هذا التطبيق يفتح التطبيق والضغط على بدء العزل حيث سيتم تفعيل حالة العزل بشكل تلقائي للحالات القائمة فقط ويجب الحرص على تقديم الصور أول بأول حينما يطلب ذلك للتأكد من الالتزام بالعزل للحالات القائمة من هذه مجموعة الحالات القائمة سيتم الترتيب لمجموعة معينة اللي هم أكثر عرضة لا سمح الله للمضاعفات، ظهور الأعراض ولا سمح الله دخول العناية المركزة إلى مراكز الفحص والعلاج لتقييم هذه الحالات هذه الحالات هي إذا كانت تعاني من أعراض حادة، إذا كانت تعاني من أمراض مزمنة أو أمراض كامنة البالغين من العمر خمسين عاماً فما فوق ويستتم إبلاغ هذه الحالات المذكورة علىه بالموعد من قبل المعنيين بوزارة الصحة أما بالنسبة إلى تفعيل حالة الحجر المنزلي للمخالطين، فسيكون كالتالي يجب تحميل تطبيق مجتمع واعي فور اكتشاف المخالطة للحالة القائمة فإذا كان أي شخص عرف أو شك أنه مخالط ويعرف أنه في شخص قريب إليه هو مصاب، يتم تحميل هذا التطبيق سيتم حصر المخالطين بعد تشخيص الحالة القائمة من قبل الفريق المتخصص لتتبع الحالات والمخالطين بوزارة الصحة بعد رصد هذه الحالات المخالطة من إدارة الصحة العامة، سيتم التواصل مع المخالطين وسيتم رسالة نصية بعد تقييم الحالة وتأكيد أنها مخالطة وتفعيل حالة الحجر الصحي الاحترازي في تطبيق مجتمع واعي عند ذلك يتم الضغط على بدء الحجر من خلال تطبيق مجتمع واعي مع الحرص على رفع الصور أولاً بأول حين يطلب ذلك للتأكد من الالتزام بالحجر قبل ثلاثة أيام من نهاية فترة الحجر للترتيب إلى الفحص بعد اليوم العاشر يتوجب حجز موعد لفحص الخروج من الحجر عن طريق تطبيق مجتمع واعي في جميع الأحوال وهذه جداً نقطة مهمة إذا كنت مخالطاً أو كان عندك أي نوع من الأعراض اللي لها علاقة بفيروس كورونا اعزل نفسك فوراً شكراً 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 شكراً